الطب مهنة لم تعد تقتصر على العلاج والخبرة إنما امتدت مفاهيمها لتصل إلى ضرورة أن يكون الطبيب ماهراً في التواصل مع مرضاه ومتابعة تطور حالتهم المرضية ومن هنا جاء مؤتمر التعليم الطبي لتطوير هذه المهنة وتعليم الأطباء مهارات وأساسيات تزيد من فعالية الأداء تدريب وأعداد الأطباء المتدربين في معهد الكوصصات الطبية في مختلف التخصصات وكذلك الإشراف على تدريبهم وتقويم نتائجهم من هذا المنطلق بدأت فكرة عمل هذا المؤتمر التدريب الطبي الحديث يمكن الطبيب المتدرب من إذقان المهارات الطبية والمهنية وصولاً إلى خدمة طبية أفضل من أهم الأشياء نتعلقها في مجال خصوصيات المهنة وكذلك كيف نعافظ على سرية التعامل مع المرضى نستفيد منها وعيدنا نستفيد من خبرات ديكاتراتنا الكبار وكذلك مدربين من برها دولة الكويت في معنا ديكاترات من سعودية في ديكاترات من كندا طبعاً احتكاكنا احنا كجراحين عظام في الديكاتر الأكبر مننا احنا خصوصاً في مجال الجراحة نتعلم اللي هي التكنيكات اليديدة الأبديت طريقة التفكير طريقة تعاملنا مع المرضى طريقة الفحصات اليديدة التكنولوجيا اليديدة الأدوات اليديدة كل هذا نستفيد من الاستشاريين الأكبر مواكبة أحدث التطورات في التعليم الطبي باتت اليوم ضرورة للارتقاء بمهنة الطب وجودة الخدمات الطبية من باب سلامة المريض أولوية تهتم المنظومة الصحية بكل ما هو حديث بما في ذلك الأطباء الجدد ليأتي المؤتمر ضمن سلسلة تدريبية تساهم في تحصيل المهارات العلمية ورفع كفاءة الخدمات والتطبيب زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس